موسيقى السلام عليكم ازايكم الكامي يوم اللي فاتوا دول حصلت كمية حاجات كد جريبة جدا محدش عارف تفصيلتها بالزبط بس الحقيقة فيديو ده هيتجاوب لك على كل حاجة فيها ايه اللي حصل اول حاجة حصلت مكانش لها تفسير الصورة دي صورة الرئيس المصري عفتاح سيسي وهو بيت حجامت جدا مع ولي العاد السعودي الامير محمد بن سلمان صورة كتجريبة جدا وانا وقفت عندها كتير جدا لان انا ملقتلهاش تفسير غير حاجة واحدة بس ان انت علاقتك بالسعودية وسطت لأقصى واعلى مرتبة من الدبلوماسية دول قاعدين اتنين اخواب مع بعض او اتنين صحاب فده ان يتم عرض الصورة دي عن اعلام مش صورة مصربة فده رسالة قوية جدا ان العلاقات بين البلدين تطورت بشكل هايل تاني حاجة كانش لها تفسير اوي هي الحلقة اللي فاتت اللي انا كلمتك فيها عن الفخ الامريكي للرئيس المصري عفتاح سيسي اللي انا جيت قلتلك ان فيه كاتب اسم ستيفن كوك كان قاعد يحلل الدور المصري في غزة وكلام ده كله لانا مش عاوز عيده قاعد بس الحقيقة في بعض الناس كتبتلي حب التعليقات كده قايتلي هو فين الفخ في الموضوع فين الفخ في الليلة دي كلها الحقيقة الفخ كان واضح جدا من كلام الكاتب سد النهضة سد النهضة هو ملف الوحيد الامريكان مش محتاجينك فيه لأ انت اللي محتاجه يعني انت اللي محتاج الامريكان هو مش محتاجينك والكاتب كان واضح جدا في كلامه امريكا استعانت بيك عشان توقف اطلاق النار في غزة حلو بس خلي بالك ان غزة واسرائيل مش طول عمرهم هيحاربوا بعض يعني حتى لو بتحصل معارك وحاربوا وكلام ده كله بس في الاخر تنتهي فمدى المعاركة دي مش هتفضل مشتعلة كتير فالامريكان حيرجعوا يسألوا نفسهم تاني حنحتاج مصر فيه وهنا لازم مصريين يكونوا عندهم حاجة كبيرة جدا يقدموها الامريكان زي بالضبط اللي قدموها في غزة وإلا امريكا ممكن ترجع لعادتها القديمة زي ان بيقول اللي هو تبتدي بقى تلعب معاك بقى ايه ملفات حقوق انسان والكلام ده كله لان التاريخ بيقول كده على حسب رأي الكاتب ستيفن كوك فالسد النهضة ده يعتبر فخ المصر طول ما هو مفتوح اي عدل مصر حيدخل في الملف ده على رأي هاارتس والكاتب بتاع هاارتس قالك اسرائيل او الصهاينة واخدين دور بحاله في وزارة الري الاثيوبية عملين يديروا ملف سد النهضة ده ده هاارتس اللي بتقول مشانا فالملف ده شئت ام قبيل اي حد كاره لمصر حيدخل فيه وطول ما هو مفتوح طول ما اعداء مصر مبسوطين جدا فالامريكان مش حقفل لك الملف ده بسهولة بس حقيقة حصلت امبارح حاجة غريبة جدا ايه اللي حصل اللي حصل ان طلع قائد الكيادة المركزية الامريكية تصريحات كانت غريبة جدا على التلفزيون المصري قاعد يتكلم بقى ان سلوك اثيوبيا ده غريب واعد يقول مصر بتمارس اقصى درجات ضبط النفس ودي حاجة تبيان لك قدرة مصر وان الامريكان عارفين ان مصر عندها قدرة على ضرب السد الكلام ده كله غريب مش منطقي اللي يطلع قائد الكيادة المركزية الامريكية يقول الكلام ده دلوقتي ما برضو كلام مش منطقي اربطوا بقى بالصورة اللي قبلية ليه انا بقول لك كده انا بقول لك كده لان وول ستريت جونل او صحيفة وول ستريت جونل والصحيفة دي صحيفة مخابراتية بمرتبة الاولى يعني بتجيب لك اخبار مش هتلاقيها في اي صحيفة تانية حتى فورين فوليسي نفسها بتستعين بول ستريت جونل بلاش الجزيرة سكاي نيوز العربية اي وكالة انباء او اي محطة اخبارية بتستعين بول ستريت جونل مقربة جدا من السلطة الامريكية وبتعرف تجيب لك اخبار مش هتلاقيها في حدة تانية كارسة هنا بتقول لك ايه بتقول لك على فكرة بقى الامريكان بتدوا يلموا عزالهم من الشرق الاوسط او بيلموا معداتهم من الخليط ايه الكلام ده اه اعلنت وزارة الدفاع الامريكية البدأ بسحب بعض القوات الامريكية والمعدات من منطقة الشرق الاوسط هذا الصيف وقالت المتحدث باسم البينتاجونين وزير الدفاع لويد دولسن امر بالقرار الذي تخذ بتنسيق مع الدول المضيفة وبرؤية واضحة للحفاظ على قدرة الولايات المتحدة الامريكية على الوفاء بالتزاماتها الامنية حسب قولها ووضحت المتحدث انه ستتم اعادة بعض المعدات الى الولايات المتحدة بينما سينقل بعضها الى مناطق اخرى وكانت صحيفة ووستر جورنان اوردت ان البينتاجون بدأ بداية الشهر الجاري بسحب ثماني بطاريات مضادة لصواريخ من العراق والكويت والاردن والسعودية بالاضافة الى درع مضاد لصواريخ تم نشره في السعودية وقالت الصحيفة ان سحب تلك البطاريات يعني رحيل الاف الجنود الامريكيين من المنطقة طب هو مش حدرك كان في مقالة نفس المقالة دي كانت موجودة من كم شهر في نفس الصحيفة بتقولك ان الامريكان شلوا جزء من معداتهم في الخليج اه هو الكلام صح وجو بايدن اللي قاعد ينتقد دونالد ترامب من ساعة ما جاه قاعد يقولك ده متخلف والراجل ده هيودي امريكا في داهية والكلام ده كله من ساعة ما جاه وهو بيطبق نفس السياسة دونالد ترامب اللي هي ايه مغادرة من افغانستان من الخليج كله مش من الخليج بس من الشرق الوسط ماشييني بقى من المنطقة دي ليه امريكا هتمشي والله على حسب القائد اللي استضافته وجابت منه ومعلمات دي قالها والله احنا بنعيد ترتيب اوضعنا وقواتنا لمواجهة روسيا والصيد يعني هو ده تفسير الامريكان للخبر ده قالك والله عايزين نرتب كواتنا عشان احنا عندنا اعداء اقوية جدا فعايزين نواجههم هل ده كلام منطقي لا مش منطقي تماما ليه تعالى بص بقى في تفاصيلة الخبر ده كوارث بتقولك على فكرة اصل الامريكان ابتدوا يسحبوا سواريخ باتريوت من الخليج ماشي تعليقهم تعليق الامريكان على سحب سواريخ باتريوت من الخليج ايه قالك والله احنا نعمل لها سيانا اصلها شغالة بقى لها كتير فلازم يتعمل لها سيانا والله يكاتبين كده في الصحيفة هنسحبها عشان نعمل لها سيانا انت يا بتخيل عن فكرة الخبر ده انا مش نقلولك من وول سريت جونيل بس ده The Hill الأمريكية معلقة خبر Voice of America معلقة خبر كله تعليقا على وول سريت جونيل وقالين نفس الكلام ده فحيعملوا لسواريخ باتريوت سيانا ماشي هل الامريكان هيسحبوا سواريخ باتريوت بس من الخليج او من الشرق الاوسط لأ هم هيسحبوها وهيسحبوا سواريخ اسمها FAD اسمها Eternal High Attitude Area Defense دي سواريخ خطيرة جدا سواء FAD سواء باتريوت اللي اتنين ما بيتمش استخدامهم ضد الطائرات المسيارة يعني لازلت بعارف كده FAD ده ساروخ لضرب الاهداف عالية المادة باتريوت كمثل ودول اكتر تلت بلاد بيتم ساحب منهم مهدات بس الاكتر السعودية اكتر دولة امريكا بتنسحب منها السعودية تبقول لك حاجة كمان الصحيفة هنا قيلة ان الامريكان كلموا السعوديين وقالهم كده احنا ماشيين اه جهز نفسك بقى وعلى فكرة بقى تعليقا على الخبر ده الامريكان قالوا الصحيفة دي قالوا لها السعوديين بيعرفوا يدفعوا عن نفسهم كويس كل الهجمات اللي تمت عليهم السنة دي هم اللي شالوها لوحدوها يعني هم اللي اسقطوا السواريخ وعارفوا يتعاملوا مع الطيرات اللي هي درونز طيرات مصيارة هم اللي يتعاملوا مع كل ده فهم كويسين انا بس هرجعك لتعليق بيتم ترديده في الخليج دلوقتي اللي هو ايه امريكا حليف لا يمكن الاعتماد عليها ده على فكرة بيتردد جمد جدا في الخليج دلوقتي في نقطة مهمة جدا الامريكان مش كده بيخضروا بالسعودية رسمة يعني الامريكان كده ده كمة الغدر ان السعودية دلوقتي على حسب صحيفة وولد سريت جونال بتقولك اتعرضت السنة دي بس لمية هجوم مية السنة دي مية في ظل المية دول الامريكان مش هي وسيبك بقى ايه من الطيرات البي فيفتي تقول الراحة جاية دي فوق السعودية وفوق الخليج اي كلام استعراض عسكري وهمي امريكا لا هتحارب ايران ولا ايران هتحارب امريكا وتاني حاجة بس عشان انت بعارف يعني اى لما سألوو الجنرال الامريكيا دا قالو له انتا بتستخدموا باتريت ليه وثال ليه مبتستخدموش حاجة مضادة للمستيرات ليه او الدرونز قالو لها لكون قوات الكوات الامريكية مش هيتم الهجوم عليها بطيارات مستيرات طيب بالحيتم الهجوم عليها بايه سواريخ من قبل ايران فالامريكان كانوا عارفين ان الحوثيين مش هستهدفوه امريكان قاعدين في السعودية او في الخليج وعارفين انми حيستهدفهم ايران عشان كده بيستخدمه باتريد والثعل على فكرة معلومات دي خطيرة جدا المعلومات دي بتكشف لك أسرار خطيرة جدا هو هتستقل بيها لا ده كلام خطير في حتة أنا مهمة جدا تعليقا على الموضوع ده استضافوا أو المجلة دي استضافت جنرال أمريكي عشان بس إحقاقها للحق قال لها مفيش أي حاجة من الكلام ده ده كله قعدت انتشار وعلى فكرة بقى إحنا سحبنا جنود من أفغانستان جبناهم خليل مفيش أي حاجة من دي أنا بس أعود أذكرك بحاجة موقف القوات الأمريكية في أفغانستان ده فضيحة سوداء هيتعمل في أفغانستان نفس اللي اتعمل في الفيتنامين يعني يعني دلوقتي أمريكا سحبت نص قواتها نص بس أول ما سحبت نص قواتها طلبان أو حركة طلبان استعادت أراضي كبيرة جدا في أفغانستان طيب أول ما النص التاني ده ينسحب طلبان هترجع تحكم أفغانستان تاني كأن أمريكا أحضرت كل اللي عملته السنوات اللي فات دي وكل المصاريف اللي صرفتها والمبالغ والأسلحة والمعدات كل الكلام ده راح طب الناس الأمريكان اللي ماتوا في أفغانستان مش المشكلة احنا عندنا أولويات تانية فأمريكا دلوقتي بتمشي من أفغانستان هتمشي من خليج وحتعيد تمركزها بقى نهاية واجه روسيا والصيل دي أخبار أو دي مقارة نازلة في صحيفة مين أحسن حد يعلق عليها مين الفز اللي قدر يعلق على الكلام ده كله أكتر حد حيتئذي هو اللي حيعلق لك على الكلام ده مين الصهينة الصهينة بيصوتوا يعني بس بيصوتوا رحت لصحيفة اسمها جوريزلين بوست الصهيونية جوريزلين بوست فيها كاتب اسمه إيريك ماندل هو صهيوني طبعا وكاتب بقى مقالة بس بصراحة مقالة حلو يعني عشان بس ندي الراجل حقه ونقول ليه لو نلعليه المقالة حلو قال لك إيه بقى؟ قال لك على فكرة اللي بيحصل ده أكتر حاجة خطيرة حصلت الكام سنة اللي فاتوا دور يعني بيحصل ده كارسة ليه؟ قال لك على فكرة أصل الأمريكان عاوزين يرجعوا الاتفاق النووي مع إيران في المقابل حيدوا إيران فلوس وحيرجعوا لها كل حاجة مقابل إن هم يمشوا بمنطقة وهم أمريكان بيستفوا الدنيا أو بيرتبوا الدنيا بحيث إن هم يعرفوا يمشوا يعني خلي بقى لك كل السياسات اللي بتحصل دلوقتي وكل التحركات الأمريكية عشان أمريكا تمشي بمنطقة فالأمريكان برغم كل المعاوقات اللي حصلت وإسرائيل قاعد تضرب مراكب لإيران وإيران تضرب حاجات لإسرائيل وإيران ساعدت حماس ودتها سواريخ والكلام ده كله ولا فرق معاهم إحنا هنكمل في الاتفاق النووي وحنرجع الاتفاق النووي ده بأي تمن عشان نمشي إحنا حاوزين نمشي فالكاتب بيقولك أمريكا مش بس هتمشي بمنطقة دي حتقو إيران يعني دي أمريكا حتقو إيران قبل ما تمشي دي فضيحة سودة وقال لك على فكرة اختصالا للكلام يعني قال لك على فكرة أمريكا لما تمشي بمنطقة هيحصل عشر حاجات هو ذكرهم كده وقال لك العشر حاجات دول هيحصلوا هيحصلوا إيه أول حاجة قال لك هتقوم حرب هتقوم حرب بين مين ومين مذكرش بس قالك فيه حرب في المنطقة هتقوم تاني حاجة قالك على فكرة بقى إيران هتستهدف الأردن عشان توقعها زي لبنان والعراق واليمن أنا معرفش تفصيلة الموضوع ده أو ترجمة الموضوع ده ايه معرفش هو ما قالوش يعني هو مجرد ان هو حطت بوليت بوينتس مش شريحها يعني هو حطت بس عنوين مش شرح العروين دي بس هو قالك ان إيران هتستهدف الأردن عشان توقعها زي مقاعد العراق واللبنان واليمن طيب ايه ثالث حاجة قالك ثالث حاجة بقى ان مصر نا وش فقا ان مصر والسعودية والإمارات حيسعوا لامتلاككم بلا نووية وحيبقوا قوة نووية عشان يقدروا يقفوا قصاد إيران تفصيلة الكلام ده أو شرحوا للكلام ده وهو صرح النقطة دي قالك ما تبص هتلاقي ان مصر عندها مفاعل نوي سلمي مع الروس السعودية بتتكلم مع باكستان عشان مفاعل نوي هو اللي قال كده الامارات عندها مفاعل نوي سلمي لسه مفتتحين وهم هالك على فكرة النقطة اللي بعد كده ايران هتصبح اكثر قوة ليه هو حيلتزموا بالاتفاعل نوي بس اخلي بالك ان هم عيطوروا قدرتهم العسكرية عشان يعرفوا يبتزوا العرب يعني ها هتعملي بقى اللي انا عاوزه ولا نستعرض قوة اللي ايه اني خلي بالك ايران بعد الاتفاعل نوي ده هتصلح سلاح الطيران بتاعها كله هتجيب بقى طائرات من الاول وجديد كل الطائرات اللي عمالة توقعوا والكهنة والكلام ده كله هيجيبوا بقى طائرات من الاول وحينموا قدرتهم العسكرية عشان يقدروا يبتزوا العرب تاني حاجة قالك اللي حييجي مكان الامريكان هما الروس والصين الروس والصين حيبقوا القوة العظمى في الشرق الاوسط تالت حاجة قالك اسرائيل هتصبح اكثر عزلة برغم ان تم توقيع اتفاقيات ابراهام بين الامارات وببحرين والسودان والمغرب مع اسرائيل بس اسرائيل برضو هتصبح اكثر عزلة النقطة اللي بعد كده قالك زيادة العمليات الارهابية في المنطقة الارهابيين بقى اللي كانوا مش عارفين ياخدوا راحتهم في المنطقة قوي حياخدوا راحتهم في المنطقة بعد ما امريكا تمشي طيب خلي بالك ده واحد صهيوني دي مش وجهة نظر عربية دي وجهة نظر صهيونية الصهاينة مرعوبين مرعوبين تبص على التحليلات دي الناس مرعوبة النقطة الخطيرة اللي بعد كده قالك ان ايران هتبقى على يقين ان مفيش امريكا وحتى لو عملت ايه شوف بقى حتى لو عملت ايه هتبقى عارفة ان مفيش اي رد فعلي امريكي او ان امريكا هيبقى عندها الويل او النية انها تحارب ايران ده كلام معقول يعني انا شايف ان الكلام اللي اتقال ده كلام معقول بس خلي بالك من حاجة تعليقنا على الكلام ده الامريكان ممشيوش عشان يعيدوا تنظيم قوتهم قصاد روسيا والصين الامريكان ولازم تبقى عارف كده كويس مشيو عشان المصلحة خلصت يعني البترول خلص يعني البترول امريكا بتعرف تنتج بترول البترول مبقاش سلاح زي الاول فتاك مازال سلاح استراتيجي ماشي بس مبقاش زي الاول وعلى فكرة السعودية ادركت كده جدا وبدليل ان الامير محمد بن سلمان عاوز ينوع مصادر السعودية كل حاجة حاصر تابلي كده ان الصورة دي بتدل على انشاء حلف قوي جدا وان السعودين ادركوا ان الامريكان ماشيين ماشيين فبيقو علاقتهم مع اخوتهم في حاجة كده لازم تعرفها محدش حيدافع عنك او محدش حيقف جنبك غير اخوك لازم تبعارف كده والسعودية لازم تحتاج مصر ومصر لازم تحتاج السعودية وبكلمش عالسعودية فقط الرباع العربية الامارات دورها قوي جدا وعلى فكرة مش الامارات بس البحرين ولو جات قطر ياريت ولو جات كويت اهلا وسهلا اي دولة عربية هتتحد معانا عسكريا ويقوم اللوب العربي ده هيبقى قوي جدا واوعى تنسى حاجة مهمة جدا الاجتماع الاخير ده الاجتماع الاخير تاع جمعة الدول العربية حتى لو انت شايفه سوري او ما طلعش عنه افعال كلام ده كله اللي انا سمعته بس في الاخر رسالة اول مرة تطلع وتحدي للمجتمع الدولي اللي مدخلش في سد النهضة دي رسالة قوي جدا للمجتمع الدولي لهم بيتحدوا مع مصر لاول مرة خلي بقى لك في نقطة هنا مهمة جدا الهدف المراضي سهل قوي سهل ان احن نتجمع عليه اللي هو سد النهضة كن ان احن نتكاتف مع بعض ونقف ان احن نواجه سد النهضة دي حاجة كويسة جدا كويس فرصة ان احن نتجمع على هدف قوي ونقف به ونتحدى الناس كلها. ترجع بقى لمصر او تصريحات قائد القيادة المركزية الامريكية. ما لقاش جرحاتين من عندي. الراجل ده محتاجك ان انت تفضل حليف ليه في البحر المتوسط. ليه مواجهة روسيا والصين والكلام ده كله هو محتاج. برغم ان في مكالة في فورن بوليسي. قالت لك على فكرة موقف مصر ضبابي. يعني مصر متعرفش هي حليف امريكا ولا حليف روسيا. طول عمر مصر موقفها ضبابي كده. متعرف لهاش. بس في الاخر امريكا محتاجك في حلف في شرق بحر المتوسط او في البحر المتوسط فبيحتاجك فبيديك كلمتين حلوية. او بيقولك شدة حيلة احنا مشيين والمهمة تقيلها وحش واحنا هنسيب منطقة. في الاخر احنا مننشغل بعض على فكرة يعني السعودية امارات العرب كلهم مننشغل بعض. يا رب كونش هلحت لك الموضوع بشكل مبسط هيتضرب على فكرة. بالسد هيتضرب وهتشوف معلنت عزي. وارب انصر العرب. وارب انصر مصر. تحيا مصر. السلام. يا محروسة بسيف شاطر. وصف حارس عليك يا مين. ومن فوق السماء السابة. حميك يا رب العالمين. من الضل ومن الخيني. ومن الخلق اللي بين اهلك اللي كي متسوسة يا محروسة. اشتركوا في القناة.